نور يقترق السماء بلعنى إذا أنعم الله عز وجل عليه ومنهم من يشكر الله عز وجل في النعم لكن إذا نزل به البلاء ما تحمل والناس يختلفون يبتلى الإنسان أحياناً بهذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أما العبد المؤمن فأمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط إن أصبته سراء شكر فكان خيراً لح وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لح يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة نفر في الزمن الماضي ابتلاهم الله جل وعلا كل واحد ببلواء الأول أصابه الله عز وجل بالبرص الثاني ابتلاه الله عز وجل بالشعر ما كان عنده شعر وكان أقرع أما الثالث فكان أعمى سلب الله منه نعمة البصر الثلاثة ابتلاهم الله جل وعلا هذا متضايق من جلده وذاك من شعر رأسه الذي ذهب وذاك من عينه التي لا يبصر فيها كل واحد عنده بلاء يمكن يفتدي بكل ما يملك حتى يرجع هذا البلاء فأرسل الله عز وجل إليهم ملكاً بصورة رجل والملك يتمثل بل ثبت في ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه في حديث عمر فدخل رجل يسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة ثم ذهب وأجابه النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعرفون من هذا؟ من هذا الرجل؟ قال والله أرسوله أعلم قال هذا جبريل رجل نعم جبريل تمثل بصورة رجل هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذن الملك يتمثل كما تمثل لمريم العذراء بشراً سويا جبريل أيضاً كان فأرسل الله للثلاثة ملكاً بصورة رجل فجاء للأول قال ما أحب شيء إليك جاء للأبرص قال أحب شيء لدي قال أن يرزقني الله عز وجل اللون الحسن والجلد الحسن ويذهب عني الذي قدرني الناس يعني بس هذا اللي أبي من رب العالمين فإذا بالملك يدعو الله عز وجل ويمسح عليه فإذا بالجلد يبرأ كله بإذن الله عز وجل فجأة بلا مقدمات بلا أي يعني رجل يمكن سنوات يعاني ويأتيه إنسان غريب ما يعرفه ويمسح عليه ثم يبرأ جلده كله أي نعمة تلك التي أنعم الله على هذا الرجل الإنسان لم ينعم الله عليه والله أول شيء يسجد لله شاكرا يتصدق بشيء من ماله يعمل صالحات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور لكن للأسف هذا الرجل ابتلاه الله عز وجل الآن قبل في المرض الآن ابتلاه الله عز وجل مرة أخرى بالشفاء شفاء أرجع إليه جلده ولونه فقال له الملك قال وأي المال أحب إليك شنو تحب من الأموال قال الإبل أنا إنسان عندي أحسن شيء من الأموال الإبل قال فدع الله عز وجل فأعطاه ناقة عشوراء يعني في بطنها جنين ثم دع الملك له وقال اللهم بارك له فيها يعني مو بس جلده رجع حصل على ثروة الآن مصدر رزق استثمار ثم دعا له ومشى مشى الملك في صورة رجل توجه إلى الرجل الثاني من الرجل الثاني الأقرع سلم عليه والرجل غريب فقال له يا رجل ما أحب الأشياء إليك شنو أحب شيء عندك قال الشعر الحسن ويذهب الله الذي قذرني الناس يعني هذا الشكل اللي ما يعجب الناس يا رب أبي فقط شعر حسن عشان أكون عادي عند الناس فمسح على رأسه ودع الله عز وجل له فأعطاه الشعر فجأة ترى الأمر صعب الأمر ليس بالسهل إنسان يعاني سنوات فجأة معاناة تزول فجأة النعمة تنزل فجأة البلاء يزول ويرتفع فرح الرجل استبشر الرجل فسأله الملك ما أحب الأموال إليك الأول قال إبل الثاني قال البقر فدع الله عز وجل فرزقه الله بقرة تحمل في بطنها الجنين أي سثلد ثم دع الله عز وجل له اللهم بارك له فيها الأول شوف النعمة اللي حصل عليها الثاني شوف النعمة اللي حصل عليها الثالث الآن جاء دور الثالث قال زاره الملك وهو أعمى ما يبصر فسلم عليه ورد السلام قال ما أحب شيء لديك قال أن يعيد الله إلي بصري كيما أبصر به الناس عشان أشوف بس ما بشيء أبي العينين ومن ابتلاه الله عز وجل بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عوضته بهم الجنة هذا حديث صحيح الله يقول من ابتليته في حبيبتيه فصبر عوضته به الجنة بهم الجنة هذا الرجل قال أبي العين بس أريد أن أبصر كما يبصر الناس فمسح على عينيه فعادت كما كانت شوف النعمة هذا اختبار من الله جل وعلا قال وأي الأموال أحب إليك شنو نوع التجارة اللي تحبها والأموال اللي تحبها قال الغلم فدع الله عز وجل فرزقه شاتا حامل في بطنها جنين ودع الله عز وجل له اللهم بارك له فيها ومشى الملك وراح وتركهم لسنوات أما الأول فصار عنده واد من الإبل أما الثاني فصار عنده واد من البقر أما الثالث فصار عنده واد كبير من الغنم يعني المرض راح والخير زاد والنعيم توفر وكل النعم في الدنيا جاءته والله عز وجل يختبر الإنسان أحيانا على بعض النعم سليمان عليه السلام لما جاءت الجن له بقصر بلقيس أو بعرش بلقيس ماذا قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر لكن أكثر الأصحة وللأسف ما يستغلون صحتهم في طاعة الله جل وعلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة نعمة لكن من يقدر هذه النعمة وهم لم يعطوا الصحة فقط بل أعطوا أيضا الأموال الكثيرة